السلام عليكم طلبة المرحلة الثالثة الدراسات المزائية في كلية التسي أنا لحد علمي أن المادة في البداية كانت مشروحة ولكن ليس من المشكلة سوف أعيد عليكم المادة من جديد وهي موجودة على البروفايل وكذلك سوف أرفعها على الصفوف الإلكتروني في حال إنجازها دراسة الحالة هي ليس بمادة ممعزلة عن بقية المواد لكن هي مدروسة ومأخوذة جديدة هي فقط بالاسم لكن هي كمادة موجودة من ضمن موضوع مناهج البحث دراسة الحالة هي إدات هي تقنية هي إسلوب لكل اختصاص تسمى بمسمى في مجالنا تسمى دراسة الحالة وفي مجال الآخر تسمى تاريخ الحالة لابد في البداية نعرف ما معنى أو الفرق ما بين تاريخ الحالة أو دراسة الحالة وسوف نتطرق لهذا الموضوع من خلال مقدمة والتعريفات الآتية فدراسة الحالة هي من أهم التقنيات التي يستعان بها ميادين متنوعة مثل الخدمة الاجتماعية العلاج النفسي وعلم نفس ولجميع التخصصات إذ نجد دراسة الحالة في الجانب العيادي اللي هو يسمى الإكلينيكي الذي يدرس من قبل اختصاص علم النفس فيعتبرونها كمنهج كونها تستخدم لدراسة الحالة الفردية أو الجماعية فهي تستخدم لأغراض علمية من أجل وتشخيص وعلاج مظاهر الاختلال النفسي يقصد بالاختلال النفسي هي الاضطرابات النفسية والتي تحمل الشخص للذهاب إلى الأخصائي فبالتالي أو النتيجة أو المحاصلة بالنسبة لألم نفسي الإكلينيكي هي الوعاع الذي ينظم فيه الإكلينيكي كل المعلومات ونتاج التي يحصل عليها من الفرد من خلال العديد من الأدوات اللي هي المقابلة الملاحظة بالأخضافة إلى الاختبارات السيئولوجية فالعلماء التفقوا على أنها كونها تستخدم أو تستهدف الإحاطة الشاملة المعرفية لتفاصيل الحالة التفاصيل الحالة من المنظور الدينامي دينامي بما معنى المستمر والترابطي أي يكون كالحلقة التي تكمل واحدة تلو الأخرى متكامل متسلسلة العلاقة مثلا النجاح وعلاقته بالجنس أو أي متغير معين وعلاقته مثلا بمتغير آخر التاريخي وهو التسلسل التاريخي أما هذا بالنسبة لدراسة الحالة بالجانب الإكلينيكي أو العيادة أما دراسة الحالة بالجانب الإرشادي فتعني تحليل وترتيب المعلومات التي جمعت من المصادر المتعددة والأساليب المتنوعة ومن ثم القيام بتفسيرها من خلال رؤية علمية رصينة بعيدا عن العوامل الذاتية من أجل الوصول إلى تقويم شامل لمكونات المسترشد والعوامل المؤثرة في سلوكها سلبا أو إيجابية أما في الجانب الإرشادي اللي هو يكون عملنا إحنا في جانب الإختصاص الإرشاد النفسي فهي تعني تحليل وترتيب إذن معلومات معينة ترتب حسب حاجاتها لجمعة من مصادر متعددة يكون من الطالب نفسه أو يكون من المرشد أو يكون من خلال الوالدين أو من المدير وإلى أساليب أخرى مصادر متعددة وأساليب متنوعة ومن ثم القيام بتفسيرها تفسر من خلال مدارس التحليل النفسي أو من خلال النظريات التي أخذت بمجال إختصاصنا لكن شرط أساسي هو يكون بعيدا عن العوامل الذاتية الذاتية يا أي الشخصية من أجل الوصول إلى تقويم شامل التقويم الشامل هو مرحل الهدف الدراسة الحالة اللي هو يصل إلى مرحلة أن يكون صحيح بدون أي مشكلات الفرد يكون صحيح وخالي من أي مشكلة معينة وكذلك من العوامل المؤثرة في سلوكها سواء كانت هذه إيجابية أم سلبية إذن فإن دراسة الحالة هي دراسة استطلاعية استطلاعية أي من خلال وجهات نظر متعددة من قبل الأفراد في منهجها تركز على الفرد وتهدف إلى توصل إلى وضع الفروض الفروض يعني الفرضيات يضعها الفرد أي يتنبأ بها والوصول إلى نتائج إيجابية للحالة التي عليها الفرد أو المسترشد من خلال الاستعانة بالوسائل والأدوات العديدة منها المقابلة التاريخ الاجتماعي التقارير الطبية الاختبارات السيكولوجية إن وجدت فعن طريق دراسة الحالة يستطيع المرشد أن يجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات عن المسترشد وعن مشكلاتهم ومن ثم إصدار حكم موضوعي نحو الحالة الحالة يقصد بها هو الفرد نفسه اللي هو نجد هو الطالب الأرشاد في هذا المجال أو الأختصاص فوضع الفرد إحنا عندنا مثلا حالة حالة معينة يراد دراستها فمن خلال خبرة المرشد يضع كالتشخيص المبدئي كأنما في مجال الاقتصاص الطبي فهو يكون تشخيص مبكر أنه يضع فراضيات معينة فيما بعد يقوم بالنسبة للطبيب البايولوجي يضع اشتركوا في القناة